اهلا بحضراتكم من جديد الام صدمة عدم التجديد للعب او التعاقد مع لعب بعقد مقارنات مع لعبين يخصوا النادي الاهلي وتذكر النادي الاهلي يبقى انت جيت في ملعب الاهلي خطة نشوف الفيديو عشان نرجع نعقل فرجاني ساسي لعب مش مصري مش مولود في مصر لعب تونسي بقاله ثلاث سنين في نادي الزمالك وكل الاعلام بيحتفي بفرجاني وسعيد انه مش هيجدد وابتدت الناس تتريأ على فكرة ده لكن واحد زي رمضان صبحي ابن النادي ومولود في النادي ومتربي في النادي ورجع ومختارش نادي برا في الخليج مثلا نختار نادي في مصر تمام وحر هو لكن الاعلام قطع رمضان والغاية دلوقتي الاعلام بيقطع شريف مع ان الشريف احتياطي وكبير في السن ومستوى من هو في النادي الاهلي هو كده والراجل قرر انه يمشي عشان يلعب تمام تتطفق تختلف معاه لكن بيتقطع شريف اكرامي بيتقطع رمضان صبحي تم استضافته من قبل عمر قديم ازاي انه تستضيف عمر قديم عمر قديم يستضيفه يوم الاحتفال بمعرفش ايه ايه بتتويج الاهلي بايه ازاي يعني انتو مجرمين انا في بعض الاحيان دايما اقول الجملة دي محاول التوضيح ما هو المفترض ان هو واضح اي اعلام اللي بيحارب كابتن شريف اكرامي وكابتن رمضان صبح وانت بنفسك بتقول رمضان صبح طالع مع عمر قديم برنامج نسبة المشاهدة انت عارفها كويس قوي وطالع كنجم لسه الكابتن شريف اكرامي بنتكلم طالع مع كابتن احمد شبير رائد الاعلام الرياضي الحديث فين الاعلام اللي بيحارب ده لو المفهوم عندك في الاعلام هو اعلام النادي الاهلي اعتقد اننا ما حاربناش اي حد بال بالعكس ولو حاربنا فده من حقنا لان بنحارب على وجهة نظر النادي الاهلي زي ما قلتلك مشكلتك في التجديد انت تحلها مع نفسك لكن لما تيجي تكرم بالنادي الاهلي اعتقد فارس عندنا مواقف كتير جدا وبزاوية ما هو بيقول لبقى رمضان صبح لا ده انا اقول له عبدالله السعيد ونقول له احمد فتحي ونقول له حسام عشور ونقول له ازاي بيكون اللي مش قادر يستعوبه في فكرة الفرق بين دور الادارة لما بيرحل عندك لعب ودور ادارة اخرى وهي بتستجدي لعب هو مش شايف الصورة اصلا كانت عاملة ازاي احنا شفنا في قناة الزمالك وقت تجديد كل دول وخلال المواقف دي كلها تناول اعلامي على مر ومرحلة المفاوضات وكنا ما شوف برامج بتستضيف ضيوف يتكلموا ان رمضان حيمشي احمد فتحي في مشكلة حسام عشور حصل كذا لم يحدث من بداية ازمة فرجاني الى رحيله ان قناة النادي الاهلي ذكرت الموضوع بشأن خصها او قالت النادي الزمالك يقدر ما يقدرش يجدد ما يجددش وجاي بعد كل ده تشوف ان كمان الاعلام جاي عليك لا هو الاعلام ببساطة كمان مش قادر يواريك الفرق زي ما قلنا ما بين لاعب بيتقلو خلاص عايز تمشي اتفضل زي لاعب بيتقلو سقف تعاقداتي وكمان رمضان ليه واقعة مهمة جدا يا اسامة بفتكر كنت انا وانت حاضرين حفل افتتاح استاد السلام في يوم 12 اغسطس 2020 وكان خلاص رمضان النادي الاهلي رمضان قال له انه بيفكر فالنادي الاهلي قال له معكسها جينا بعدها لقينا في يوم الحفل النادي الاهلي لانه بيقول اصلا انت مع عمر اديب ازاي تستضيفه فوقت ده النادي الاهلي هو اليوم حفل افتتاح استاد السلام الاهلي ويه طلع البيان ان علاقة رمضان تاها انت متخال انت اللي بتبدر طبعا وفي واقعة مهمة ان لما طلع رمضان صبحي مع استاذ عمر اديب قناة النادي الاهلي هنا كان موقفها واضح في كل البرامج لن نتناول مقاله رمضان صبحي من مغلطات عن النادي الاهلي لان النادي الاهلي عنده نهائي دور ابطال افريقيا وقبل نادي وده الاهم النادي الاهلي قلناها ما بيبصش وراه فولا بيتحايل على لعب ولا بيستجد لعب ولا هتلاقي عندنا رئيس نادي ممكن يبعت رسائل لعب على التجديد انما عندنا رئيس نادي بيدي منهج واضح لكل من يعمل داخل منظومة النادي الاهلي اصاد اي لعب يفكر ان النادي الاهلي مش رقم واحد اي حد عندنا بيشوف النادي الاهلي مش رقم واحد ما بنجريش وراه ما بنعيطش عليه انما بنطلع و بنشوف الجملة اللي كانت بتتقالت للعب ده ايه محدش تمسك يعني من مين؟ من النادي الاهلي هم بعديها يعني اصلا هو النادي الاهلي معنا اللي انا لما كلمتهم و قولتهم اللي انا بفكر دي بالنسبة لهم كانت اه اه. دي النهاية. اه. يعني يعني موضوع اللي أنا بفكر دوت يعني أنا برضو مرضيتش أقول حل حضرتك يعني هم رجعوا لي قالوا لي أنت قدامك يعني أنا أول ما قولت لأمير الكلام ده قالوا لي أنت ساعة وترد علي ساعة وترد علينا آه مدام بتفكر но ما بتفكر ساعة وترد علينا في بأمن insulation يبقى أنت لازم تقوله لنا دلوقتي حال تبقرتيليش حكاية ساعة دي فالحاجات دي برضو تضايقني يعني ساعة يعني أمير رجع لك وقال لك وصل لنادر شاوي قال له كده قال له ساعة ويرجع يرد وترد علينا انت رايح بيرمتز انت معنا ولا علينا الدايقة يا رمضان من موضوع الساعة معلش ولكن رسالة الفقرة هي أشياء لا تشترك هي دي الفكرة حاجات صعبة تشتريها ان انت تشوف النادي بتاعك كبير قوي أكبر من أي اسم هي دي مورصات النادي الأهلي وزي أحمد مالكه في البداية احنا النادي الأهلي لان ده المكون الرئيسي اللي خلاكوا تشوفوا النادي الأهلي غير النادي الأهلي بيشوف نفسه أكبر من أي اسم وزي ما قالها كابتن محمود الخطيب قريب النادي الأهلي خير على أي حد سمعناها من كابتن سابط البطل وسمعناها من كل رمزنا دايما النادي الأهلي فوق جميع أبنائه ويظل النادي الأهلي خط أحمر أمام أي حد يحاول يغير التاريخ نشوفكم في حلقات جديدة هتوحشونا الاهلي خط أحمر اشتركوا في القناة